نهارده في اليورو دور الستاشر انجلترا نجت نجت من الهزيمة امام سلوفاكيا والاقصاء من البطولة بشكل مبكر بدراما شديدة جدا يبقى ان شرينز سجل هدف سلوفاكيا في الديئة خمسة وعشرين واستمر التقدم ده لحد نهاية المباراة بثواني الا ان جوت بيلينج هام المتقلق جدا واحد من اهم المواهف في العالم قدر يسجل هدف التعادل لانجلترا في الديئة الخمسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع وبعد كده قدر هاركين في الوقت الاضافي في الديئة الاولى من الوقت الاضافي يسجل هدف التقدم وهدف فوز المنتخب الانجليزي بالمباراة ساوز جد مدرب فاشل شوف سهلة هي سهلة من غير تجميل ساوز جد المدرب اللي بيضرب انجلترا الوقت ده مدرب فاشل جدا جدا معاه واحدة من افضل التشكيلات اللي جاد في تاريخ انجلترا انجلترا المفوض تكسب مرتاح ويا نازل اي مباراة 3 اربعة انجلترا هزيلة جدا في كل مباراة اليورو والنهاردة لعرف تتعادل تتبكورة حلوة او من بيلينج هام في الاخر كده من مهارة فردية ولما تقدمت بهدف تاني مع الوقت الاضافي رجعت الدافع قدام مين قدام سلوفاكية وانت معاك افضل لعبين في العالم وده الرفاشل جدا مش هتفهمش انجلترا يبع عندهم تشكيلة زي كده ويبعا معاهم ساوز جد طيب اسبانيا اللي بتقدم واحدة من افضل بطولاتها قدر تكسب جورجيا النهاردة اربعة واحد ليموند سجل هدف جورجيا في مرماء الهدف التقدم لجورجيا في الدايئة 18 مدافع المنتخب الاسباني وبعد كده افضل لعب وسط في العالم وسط مدافع في العالم ربما في التاريخ رودري قدر يسجل هدف التعادل لاسبانيا في الدايئة 39 وبعد كده فابيان رويز سجل هدف التاني في الدايئة 51 فابيان رويز بن فرائي هو افضل لعب في البطولة حتى هذا درائي أنا فاحد افضل اللاعبين وبعد كده وليام سجل الهدف الثالث في الديئة 75 ودني قلمه سجل الهدف الأخير والرابع في الديئة 83 كده الأمور دخلت في بعضها هتبدأ تخش في بعضها يعني تخش في بعضها كده أسبانيا هتواجه ألمانيا في دور التمانية أسبانيا وألمانيا هتولي الجدول يا شباب أسبانيا وألمانيا العامة يا بعض يوم الجمعة والتنين بصراحة أسبانيا وألمانيا الاتنين مرشحين للفوز والبطولة للأسف واحد فيهم هيخرج انجلترا وسويسرا بالوضع اللي عليه انجلترا فهي مباراة صعبة جدا عشان سويسرا عاملة بطولة حلوة جدا وأقصد إيطاليا يعني سويسرا عاملة بطولة كبيرة جدا فانجلترا موقفها صعبة تصور لنقولك كده يعني انت بالمنظر داته اللي ايه كده انجلترا هتكسب بس المانيا و عسبانيا المباراة يعني فيها توازن كبير جدا وتكافق كبير جدا انك انجلترا وسويسرا نظرية مفهود انجلترا تكسب بس عمليا سويسرا أفضل وبالتالي هنشوف مواجهات صعبة في رأينا المانيا سويسرا كسبان فيهم في المباراة القادمة هياخد البطولة هتقولي ما لسه فرنسا ولسه ببرتغال في منتخبات كبيرة يعني لسه شغالة معنا هقولك اسبانيا و المانيا بيعملوا أحلى مباراة في البطولة حتى هذه اللحظة